اشتركوا في القناة اسم حزيران عام 2012 اي قبل شهرين بالتحديد من انشقاقه ولد رياض فريد حجاب في محافظة دير الزور عام 1966 حصل على شهادة دكتوراه في الهندسة الزراعية متزوج وله اربعة اولاد تولى رئاسة فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بدير الزور للفترة بين عامي 1989 و 1998 عمل محافظا لمحافظة القنيترة عام 2008 ثم محافظا لمحافظة اللاذقية عام 2011 الى تاريخ تعيينه في منصب وزير الزراعة في حكومة عادل سفر عين رئيسا للحكومة السورية في السادس من حزيران عام 2012 خلفا لعادل سفر في السادس من آب عام 2012 اعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية ان رياض حجاب اقيل من منصبه فيما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان في حينها انه انشق عن النظام في المحصلة انشق رياض حجاب عن النظام وغادر سوريا مع عائلته الى الاردن ومنها الى قطر مرسوم بتكليف المهندس عمر ابراهيم غلاوانجي رئيسا لمجلس الوزراء في اقل من نصف ساعة حل عمر غلاوانجي خليفة لحجاب المهندس عمر ابراهيم غلاوانجي من موليد طرطوس عام 1954 يحمل اجازة في الهندسة المدنية من جامعة تشرين عام 1978 شغل منصب مدير لعدد من مديريات وفروع مؤسسة الاسكان العسكري بين عامي 1978 و2000 هو نائب رئيس مجلس مدينة اللاذقية بين عامي 97 و2000 ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان وعضو اللجنة الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان العرب وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات كان وزيرا للإسكان والتعمير في حكومة عادل سفر عام 2011 ثم أبعد عن الوزارة مع وصول حجاب إلى رأس الحكومة السورية غلوانجي متزوج وله أربعة أولاد ترجمة نانسي قنقر